من الأعمال التي تتلذذ بها النفوس تفوق لذة الطعام وتفوق أي لذة من اللذات هي لذة تفريج الكربات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مؤمن كرب من كرب الدنيا نفس الله عنه كرب من كرب يوم القيامة المهموم أي كان سبب الهم لا بد أن نعلم أنه ليس من تنفيس الكربات فقط الذي عليه أموال أو شيء من هذه الدنيا لا والله قد تجد إنسان عنده مشكلة فتساعده في حلها خلاف تصلح بينه وبين الطرف الآخر جاهل تعلمه تنفس كرب إنسان في ضائق من الضوائق ما تستشعر من مشى في حاجة أخيه مشى الله في حاجته إن بعض الناس سخرهم الله للناس والله أقول بكل صراحة أن بعض الناس جعلهم الله برك على الناس يشفعون لهذا ويتوسطون لهذا ويعملون مع هذا ويعينون هذا ويساعدون هذا و لذلك كان الحسن البصري يقول قضاء حاجة أخ لي في الله خيرا لي وأحب إلي لي من اعتكاف شهرين لماذا؟ لأن العبادة أجرها لنفسك ولكن يوم تتذكر أن إعانتك لإنسان ووقوفك مع إنسان ومساعدتك مع إنسان عظيمة القدم موسيقى